بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مجددا في Soil Stabilization وإحنا لسه في Chapter 4 اللي هو Mechanical Properties of Soil والنهاردة هنتكلم في Part 13 اللي هو Consolidation of Soil أول حاجة هنتكلم فيها Consolidation بتاعة Soil اللي هي Consolidation Process عايزين بس الأول نعرف الفرق بين Consolidation والcompaction والcompressibility كل الفروقات ديت لازم تكون أنت عارفها كمهندس جيو تكنيكا مبدئيا الطربة بتاعتي عبارة عن حبيبات صلبة وفويدز كويس لو حصل أن جالي زيادة في الإجهادات على الطربة اللي بيحصل إيه؟ أن الحجم بتاع السويل ده بيقل بنقول إنه نقص الحجم بتاع السويل ده نتيجة إجهاد زيادة عليه ده بيسموه Compressibility أو انضغطية يعني الانضغطية بتحدث نتيجة زيادة في الإجهادات بتؤدي إيه؟ بتؤدي إيه؟ عندك الطربة مكونة من حاجة إيه؟ يا إما Solids يا إما Voids لو الشغل حصل في Solids وده نادر الحدوث يعني ممكن يحصل في Solids نفسها يعني الحبيبة نفسها يحصل لها إيه؟ تنضغط وده يعتبر يعني قليل إنه بيحصل يعني لكن بيحصل برضك يا إما إن Voids نفسها هي اللي حجمها تقل يبقى يا إما يحصل Voids تقل أو Solids طيب Voids دي عبارة عن إيه؟ عندي مية وعندي هوى لو إحنا بنتكلم على هوا يبقى بنتكلم على Compaction ال Compaction برضا بيحصل نقص في حجم الطرب بس إنت اللي بتدي الإيه؟ الإجهاد إزاي دوت عشان توصل لطربة زي تكسافة عليها فبتخرج الهوا من الفراغات أما لو المية بقى هي اللي خرجت من ال Voids فده بيسموه Consolidation فإحنا بنقول إن Compression أو Compressibility يعني May be due to Decrease في الفوليوم بتاعة Solids Particle نفسها وده نادر يا إما Decrease في الفوليوم بتاعة ال Voids نفسها طيب أما لل Consolidation Volume change بس في Saturated Soil يعني هي كلها مية عشان ما تقوليش إن نخرج شوية تهوه Caused by Explosion of Poor Water Due to Mean Loading أو Excess Ferteless طيب عندنا فيه تلات أنواع من مين؟ من Consolidation فيه Immediate Consolidation Caused by Elastic Deformation of Dry Soil or Moist and Saturated Soil Without a Change in Mature Content Mature Content ما تغيرتش وده ما بيسموش Immediate Consolidation أوي ممكن نسميه Immediate Settlement يعني أما Primary Consolidation ده Caused as a Result of Volume Change Insaturated Cohesive Soils Due to Exclusion أو Exclusion of Water Quired A Voids المية تبتيج تأخرج وده أهم واحد وأخطر واحد من السويل Space وفي Secondary Consolidation Occurs برضك Insaturated Mean Cohesive Soil As a Result of Mean Plastic Adjustment of Soil Fabrics وده برضك بيبقى قيمة قليلة لكن القيمة الكبيرة اللي احنا تهمينه هو Primary Mean Consolidation طيب عملية ال Consolidation ببساطة خالص انت عندك Voids وعندك Mean Solids ودولة ما لهم مش مضغوطين مع لهمش أي إجهدات لو انت حطيت عليهم Delta Sigma إجهد هنا اللي يحصل السلط لاحظ انه هو زي ما هو لكن Voids ما لها قلت قلت نتيجة إيه نتيجة ان الماء بتاعتي اللي حصل فيها خرجت فحصل Deformed Stately Soil وطبعا من أشهر النظريات بتاعتك اللي هي نظريات اللي داوت انه هو بيقولك ان Deformation of saturated soil occurs by reduction of poor space and squeezing out of poor water يعني انت هنا لما بتعمل ضغط على اللي هنا هو خلي بالك هنا في مية ما فيش مضغوطة خالص اللي بيحصل شوية ان الزيادة في الإجهادات هنا بتروح منزلة عاملة deform للشك ويتيجي تخرج مين المية لحد مرحلة معينة المية خلاص ما بيقيتش هي تخرج وبقى الإجهاد كله رايح لمين للزنبور وبيقولك يعني الكلام ده بيحصل للطربة اللي هي الحبيبات بتاعتها صغيرة جدا شكرا